قبل سنة نزحت ديمة وعائلتها من سنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وتأثر ديمة طفلة الثالثة عشر ربيعاً بويلات الحرب حيث انطوات على نفسها وصارت تخشى الاندماج مع المجتمع الجديد خلال هذه الفترة كان الرسم صديقها الوحيد ولهذه الرسمة تحديداً قصة أكثر إلى من من غيرها فهي تجسيد لمشهد موت عايشته في سقف منزلهم بينما كانت تلعب بدميتها مع صديقتها المقربة هذه رسالة ديمة هي ترغب أن تصل لزعماء الحرب للمطالبة بوقف الاقتتال وترك الأطفال يعيشون بسلام هنا برنامج تأهيلي لجمعية المعنفين أسرياً والعائدين إلى أرض الوطن بالتعاون مع المركز اليمني للإرشاد الأسري مثل نافذة ضوء لديمة وأقرانها حيث بدت مطمئنة أكثر في هذا المكان بعد أن شعرت فيه بالسكينة خصوصاً وهي تواصل تلقي العلاج النفسي الذي يساعدها على الانخراط في المجتمع بعد أن أصبحت جزءاً منه تقع الجمعية في مديرية دار سعد أما المركز التأهلي فمقره في مديرية الشيخ عثمان لكنهما يعملان بالتعاون على تقديم برنامج علاجي متكامل ويبذلان جهوداً حتيثة لإعادة تأهيل المعنفين أسرياً والنازحين والمهمشين أيضاً نحاول نقدم لهم مساعدات وخدمات ترفيهية لأنهم هدون أقوموا بعد معاناة الحرب والآن الحمد لله قدرنا نزيل الهم والغم نوعاً ما من بعد نزوحهم ونستقطب أكثر عدد أكمان الناجحين عندنا يرى الكثيرون أن ثقافة العلاج النفسي يجب أن تنتشر في المجتمع شأنها شأن أي علاج طبي آخر خاصةً وأن الحروب التي عاصرها المواطنون في هذا البلد جعلت من دور مراكز العلاج النفسي دوراً أساسياً يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم والرعاية الخاصة يعتقد بعض علماء النفس بأن الجميع يحتاجوا إلى علاج نفسي والعلى الأكثر حاجة إلى هذا العلاج هم الذين عانوا من العنف الأسري والتهمش المجتمعي وشهدوا ويلات الحرب ولكن يبقى الأمل في مراكزي ودور العلاج وإعادة التأهيل حني الجمال بالقييس عدم أدن